اهلا سهلا بكم متابعين ومشاهدين في كل مكان هنشوف طبعا اسعار الخضار النهاردة في سوق العبور ما فيها طبعا اسعار البصل اسعار التوم اسعار الطماطم اسعار البطاطس وبعض انواع الخضار الاخرى تابع مع الفيديو النار علشان تعرف الاسعار تستفاد ولو فهم متابع جديد ولسه مشتركش في القناة اضغط على كلمة اشتراك بلون الاحمر اسفل الفيديو فعل زر الجرس لاشي نصل وكل جديد ويريد كل متابعين زي ما عودونه يعملوا لايك للفيديو التفاعل يا جماعة قلنا كل ما تتفاعل مع الفيديوهات كل يوم اليوتيوب يعرض لك اسعار الخضار كل يوم الفيديو اللي بنرفعها تلاقي عندك كل ما بتتفاعل مع المحتوى وبتتفاعل مع القناة كل يوم الفيديوهات هتيجي لحد عندك بدل ما تقعد تكتب كل يوم اخبار سوء العبور اسعار سوء العبور لا انت اشترك وعمل لايك وكل يوم هيجي فيديو لحد عندك باسعار الخضار في سوء العبور للجمع اهم حاجة واللازم تعرفه ان الاسعار بتتغير من اللحظة للتانية يا جماعة وقلنا قبل كده خلي بالك من تاريخ نشر الفيديو يعني الفيديو طالع النهاردة ممكن الأسعار بكرة تتغير بعد تتغير ممكن تستقر العلم عند الله احنا بنعرض لك كل يوم الأسعار وبنحاول نفيدك أسف على اللي طالع الكوسة يا جماعة النهاردة فيه كوسة تبدأ من 7 جنيه لحد 10 جنيه و11 جنيه في الكوسة الفلفل الأخضر يا جماعة طبعا فيه لحد 10 جنيه 9 جنيه 10 جنيه ونص كل حاجة حسب الجودة طيب أسعار الطماطم في سول عبور قلنا الطماطم ابتدت أن يتنخفض يعني فيه طماطم أجماعة من 80 جنيه لحد 130 و140 جنيه فيه الطماطم وفيه عداد كبيرة أجماعة وزنها 27 و30 كيلو وفيه لحد 180 و200 جنيه فيه الطماطم أسعار البطاطس البطاطس حسب نوع البطاطس سواء إذا كانت تبريد سواء إذا كانت تلاجات أو تحت الأش حسب نوحها طبعا يعني التلاجات فيه من 8 جنيه لحد 9 جنيه البطاطس اللي هي التبريد والتخزين تحت الأش فيها لحد 10 جنيه ونص 11 جنيه كل الأسعار موجودة أهم حاجة الجودة ونوعية الزرق اللي قدامك طيب أسعار الفلفل الألوان طبعا فيه فلفل الألوان يا جماعة من 20 لحد 22 جنيه سواء بقى إذا كان أصفر أو أحمر الفلفل الألوان دايما نعنى أسعاره عالية هو المعروض منه قليل واستخداماته طبعا يعني مش قوي طيب أسعار البصل البصل يا جماعة يعني الجودة اللي انت تشاهدها قدامك ده ممكن تلاقي فيه منها بـ 13 جنيه 13 جنيه ونص حسب الجودة يا جماعة فيه بصل في سوء العبور لحد 15.5 و 16 جنيه في البصل الأحمر قلنا أهم حاجة الجودة يعني هتلاقي فيه أسعار أقل و هتلاقي فيه أسعار أعلى البصل الأحمر فيه لحد 15.5 بعد التجار بتقول 16 جنيه طيب أسعار البصل الأ меняب ده جماعة كذلك الأمر ولكن فيه في البصل الكشر الفرا جماعة فيه لحد 16.5 وبعد التجار بتقول 17 جنيه ده بالنسبة للبصل الأبيض وبالنسبة للبصل الأحمر طيب فيه بقى جماعة اللي هو التوم فيه توم مقروم وفيه توم بعرشه طبعا ده ليسعر وده ليسعر يا جماعة أسعار البتنجان فيه طبعا بتنجان يا جماعة يعني لحد 4.5 جنيه أعلى جودة وفيه بقى 3.5 فيه 3 جنيه فيه 4 جنيه أسعار التوم يا جماعة فيه توم من 18 جنيه لحد 20 جنيه في اللي هو بعرشه توم اللي بعرشه يا جماعة فيه لحد 20.21 جنيه كمان التوم الروس بس فيه طبعا من 22 وعشرين لحد تلاتة وعشرين واربعة وعشرين جنيه قلنا جماعة كل الأسعار موجودة والأسعار بتتغير من اللحظة للتانية في نهاية الفيديو بنشكركم ونتمنى للجميع الخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته